أشهد رئيس عبدالفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولية وخلال استقباله توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أشهر رئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحطية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر مشيدا سيادته بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي ومشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين كذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي وإداري ولوجستي من جانبه أعرب السيد توماس باخ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الرياضي في المنطقة على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي إلى جانب تلك الرياضة كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى وهو من عكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرا خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لقبر الأحداث الرياضية العالمية حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة موضحا في هذا السياق أنه قم بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة معتبرا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية المتكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطى لمختلف الألعاب الفردية والجماعية إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشأة الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحة الجمهور وهو ما يعزز من كافة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية